من منطقة ديكسفيل نوتشا صغيرة في ولاية نيوهامشير الأمريكية كان هذا الرجل أول ناخب يصوت عند الساعة صفر من هذا اليوم لأحد مرشحي انتخابات الرئاسة الأمريكية أديمقراطي باراك أوباما والجمهوري ميترومني فيما مناطق الساحل الشرقي لم تصحوا من نومها بعد إنه أمر يثير الشعور بالمسؤولية شيئا ما وهذه هي المرة الثانية التي ينالني فيها الشرف لأكون أول ناخب في البلاد أحب تقاليد ديكسفيل ويسري ذلك في الجينات وأمل أن يلهم ذلك الناس وهم يرون عملية التصويت في المدينة الصغيرة بأن يدركوا أهمية الخروج ويسمعوا أصواتهم ولمنطقة ديكسفيل نوتش في نيوهامشير تقليد بداية التصويت قبل غيرها من المناطق الأخرى في الولايات المتحدة ويدفع ذلك الأهالي إلى شيء من الفخر نأخذ على محمل الجد عملية التصويت هنا في نيوهامشير وخاصة في ديكسفيل نوتش منذ عام 1960 كانت ديكسفيل نوتش أول منطقة تشرع فيها عملية التصويت في الانتخابات التمهيدية والعامة في البلاد منطقة ديكسفيل على صغرها تم فيها عد الأصوات وكانت النتيجة متعادلة بين أوباما ورومني بحاصلة خمسة أصوات لكل منهما وهي تعكس إلى حد ما المنافسة الحادة بين الرجلين اشتركوا في القناة